أعزي بلواني مشاهد طارقين بسم الله الرحمن الرحيم مال تحليل بي الوحدة الحادية عشر التلوث الضوضاء نواصل شرح محتويات هذه الوحدة اليوم في هذا المقطع نتناول تأثير التلوث الضوضاء The effect of noise pollution أثبتت الدراسات أن الضوضاء تسبب أضرار وأمراض للإنسان منها النفسي والعصبي والعضوي النفسي والعصبي والعضوي يعني ثلاثة أنواع من الأمراض كذلك فقدان السمع وتدني الإنتاج والقدرة على العمل تدني الإنتاج وتدني القدرة على العمل وفقدان السمع هو الأساس هنا تؤثر على نمو الأطفال التلوث الضوضاء يؤثر على نمو الأطفال لها علاقة بالبرود الجنسي عند النساء وعند الريال كذلك وفي البيئة المحيطة تؤثر الضوضاء على نمو النبات والحيوان كذلك يؤثر على إنتاج الحيوانات التأثيرات العصبية تسبب ضغط نفسي وشعور بالضيق وقلة التركيز والتفكير وإرهاق زهني وعصبي تؤثر على النمو الفكري بالنسبة للأطفال التأثيرات على قدرة الإنسان العملية العمل في أماكن ذات ضوضاء كالمصانع وليورش يسبب للعمال ارتفاع الضغط وإرهاق وصداع وإنزعاج في النوم وهذا يؤدي إلى تقليل قدرة الإنتاج إذن كل هذه تنتهي بقلة الإنتاج التأثيرات العضوية التعرض للضوضاء المرتفع المستمر يؤدي إلى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتوتر والأرق أيضا لوحظ أمراض الجهاز الهضمي والبروت الجنسي الإضطرابات السمعية تركيز الصوت بقوة معينة على الأزن يؤدي إلى الصمم العصبي لأنه يتلف الخلايا العصبية هناك الصمم عصبي الضوضاء الفجائية مثل الإنفجارات الضخمة تؤدي الصمم السمعي لأنها تمزق شاء الطبلة إذن هناك صمم سمعي إذن نوعين من الصمم عصبي والسمعي وهنا نرى في هذه الشريحة في هذه الصورة بالشكل الواضح هنا إذن هذا العصب السمعي إذا تؤثر هذا وتدمر يؤدي إلى الصمم عصبي وهنا الطبلة هذه هي الطبلة إذا انفجرت هذه بشكل أو تدمرت بشكل مفاجئ في صوت مرتفع يبقى هنا الصمم السمعي وهنا واضح فقدان السمع الحسي العصبي الحسي العصبي هذه المنطقة إذا تأثرت وتدمرت إذن الإنسان يتأثر ويكون هناك الصمم عصبي وهنا الصمم باللون الأخضر السمع وهنا الصمم السمعي في هذه المنطقة وهذه الصورة توضح بشكل واضح الفرق ما بين الصمم السمعي والعصبي وتأثير التلوص الضوضائي بشكل واضح إنه يسبب مشاكل عضوية بالنسبة للإنسان